أربع علامات بتدل على إصابتك بالجن الطيار تعالى أقول هم لك إيه هم بالزبط لكن قبل ما أبدأ العلامات دي تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أول علامة من العلامات اللي بتدل على الإصابة بالجن الطيار هي الأكتاف فدايما الشيطان اللي هو يعني سبحان الله بيكون نوعه وعيار بيسكن في الأكتاف عنه فتجد أن فيه ألام في الأكتاف خصوصا لما تيجي تصحى من النوم كأنك كنت شايل حملة قيل جدا ثانيا بيجي لك يعني سبحان الله شيء إثم الجاثون فمجرد ما تحط رأسك كده على السرير تشوف حلم جميل جدا بعد الحلم داد فوق تلاقي كل أعضاء جسمك مفهاش أي حركة نهائيا ده تخبط من الجن الطيار فهل العلامة الأولى دي موجودة عندك ولا لا لو موجودة عندك اكتب لي في التعليقات لكن ما تنساش تدوس لايك وتعمل مشاركة ولدوس لايك يكتب لنا تم وتعالوا مع بعض نعرف العلامة التانية العلامة التانية اللي بتدل على وجود الجن الطيار هي يعني سبحان الله قصرة الخبطات يعني علامات زرق كده أو بؤع أو كلكيع أو حبوب ملهاش أي سبب بتظهر في الجسد الحبوب دي بيصحبها حكة خفيفة فهل انت بتطلع عندك كدمات زرقة أو بتطلع عندك حبوب في جسمك وملهاش أي علاق طبي أو ما بتخفش بالطلب ثم بعد ذلك يعني سبحان الله تلاقي النفاق حكة العلامة التانية دي لو موجودة عندك اكتب لأيوة في التعليقات تعالوا نروح للعلامة التالية هي من العلامات المهمة جدا اللي بتدل على وجود الجن الطيار وهي أثناء ما انت بتستمع للرقية أو بيحضر شيخيك قرأ عليك ايدك تتحرك كده وتحس ان ايدك عملة تترفع لفوق وحركات كده بها لنوانية بتحصل بايدك فإذا شعرت ان ايدك بتتحرك وبتهتزه تزال شريط جدا لما تيجي انت مثلا تستمع للرقية او تستمع للقرآن الكريم فتعرف ان ايدك جن طيار موجود في جسمك والجن الطيار دايما بيخدم السحر المعكل فهل العلامة التالتة ديت موجودة عندك ولا لا تعالوا للعلامة الرابعة اللي بتدل على وجود جن طيار بداخلنا العلامة ديت مهمة جدا والعلامة ديت يسيده عبارة عن ان فيه صداع مزمن بيمسكك في الراس مع الصداع ده بيكون زغلالة في العنين بتصحبه مع نبض متنقل في كل اعضاء الجسد كل ما ييجي النبض ده يعني سبحان الله يختفي من مكان يرهر في مكان تاني تحاول انك انت تتخلص من النبض ده ما فيش اي فايدة او اي طريقة انك انت تتخلص من النبض ده فعشان كده بيسبب لك يعني سبحان الله ضيق شديد جدا فاسبع عندك خنقة وكرشة في النفس ومنتش مرتاح خالص فتظل انك انت بتعاني فتروح لطبيب يقولك انا معرفش ايه اسباب النبض اللي عندك او اسباب الصداع المزمن اللي بيمسكك او ضيق الصدر دي يسيد العلامة الرابعة هنا بقى يهتي سؤال هل في احلام بتدل على وجود جن طيار في جسمي؟ وهل في احلام تدل على وجود مس عاشق طيار؟ اه في احلام طب ايه هي الاحلام اللي بتدل على وجود مس العشق الطيار او على وجود المس الطير او الاحلام اللي بتدل على وجود الجن الطيار أول حلم من الأحلام دي أنك أنت تشوف نفسك أنك أنت طاير في السماء وعمال بالطير أو عندك القدرة أنك تقفض من مكان لمكان آخر وتقدر أنك أنت تقف على العمويت والأغرب من كل ذلك أنك أنت تلاقي نفسك مطارد من قبل أشخاص وأنك أنت عمال بتجري وفجأة تبص تلاقي نفسك عمال بتقفض وبطير وبترتفع لأماكن عالية هل الأحلام دي تشوفت حاجة منها؟ اكتب لي في التعليقات تعال بقى يا سيدي للحلم الأخير هو بيضل على مسل عشق الطاير منام أنك أنت تشوف أن في حد بيتودد لك أو بيقرب لك أو بيلمسك أو بيحاول أنه يعمل فيك حاجة والحد ده يعني سبحان الله من تشايف وش نهائيا فهل ده بيمر عليك؟ تكلمنا برضو أن الطيار بيسبب الجسوم فيه أشخاص كثير جدا لما يجوا يناموا في الفراش يحسوا أنه يعني سبحان الله بيشوفوا منام والمنام ده بيكون جميل جدا فجأة يبص إليه نفسه صاحي مش قادر يحرك إيد ولا قادر يحرك أي عضو من أعضاء جسمه وده يا سيدي لأنه بيقال له يعني جاثوم وده نوع من أنواع الجن الطيار والله أعلم ده لعلمات اللي بتدل على وجود الجن الطيار هنا بقى سؤال السؤال ده بيقولك أنه لما يجراك يقرأ عليك يقولك يعني سبحان الله الجن اللي موجود فيك طيار فأنا مش قادر أنه نوقفه ولا قادر أنه نتعقبه فتقول له طيب أعمل إيه يقولك أنا مش عارف ده جن بيطير بيطلع ويخرج لا يا سيدي حتى أزززززتون اقرأ فيها صورة البكرة واقرأ فيها آيات الطير واقرأ فيها آيات العذاب وتهم كفوف إيدك وتهم جبهدك وتهم مفتنك وتهم يعني إيه رجليك واقرأ آيات الكرسي المقررة أو اقرأ آيات العذاب مقررة حتلاقي درعاتك بتتحرك كده لا إراضيين امسك درعاتك وثبتها ما تخليش الشيطان يتحكم في جسمك لأن الشيطان لو يتحكم في جسمك حيرفض أنه يخرج من الجسد فبالتالي حتكون أنت في عذاب قليم فلو أنت عملت الخطوات ديت ودهنت إيدك ورجلك بالآيات اللي بتاعت التحصينات ديت وترضي يعني سبحان الله أي شيطان خارجي أنه يخش للجسد وتمنعه حتبص تلاقي نفسك أنك أنت بتتعالج إليك جميل جدا وده من أفضل البرامج اللي تقدر أنك أنت تتعالج بها ده يا سيدي كل ما يخص الجنة الطيار فهل في حد فيكم يعني سبحان الله شاف الأحلام اللي أنا ذكرتها أو بيعاني من العلامات اللي أنا حكيت عليها بصفة عامة لو في حد تبلي في التعليقات وأنا هرد عليك وعلى فكرة المقطع ده لو عجبك ما تسيبوش يقف عندك شارقوا لأصحابك واصدقائك في الدرع الخير كفالي دمتم فود في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته